اشتركوا في القناة وفيها الندم على العصيان وفيها العزم الأكيد على عدم العود إليه نرجو أن يغسر الله لها هذا الذنب كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغسر الجنوب جميعا إنه هو الوفور الرحيم وإذا لم تشتهر الفتاة العاصية بانحرافها ولم يعلم به إلا هي أو خاصة أهلها فلا حاجة إلى إخبار من يتقدم لخطبتها بماضيها وقد نهى عمر رضي الله عنه رجلا أن يصبح بنته فيما حدث منها عندما أراد أن يزوجها لإنسان خطبها لكن ذلك في الانحراف الذي لا غش فيه فإن كان فإن كان انحرافا فيه غش إن هذا الغش سينكشف أمره وهنا يكون للخاطب الخيار بعد العقد في إثنان الزواج أو فتح العقد ولو سألها الخاطب قبل أن يعقد عليها عن ماضيها أو عيوبها فلابد أن تخبره بها ولعله إن عرق صدقها في التوبة أنس إلى صراحتها وتزوجها وأحذر ثم أحذر من يساعدون على تغطية الانحراف في الشرف وبخاصة إذا لم يكن هناك عذر حتى لا يكون في ذلك تشجيع على الشوء والله أعلم